أنت ربي ولدك صح أنت بحسب الآن لو عندك يا أخي شجرة تزرعها ما تعطيها لا ماء ولا سماد هل تنمو إذا نمت كيف التمر كيف الثمر ردي الولد نفس الشي والله عز وجل لشان ركزه والله عز وجل علمنا هذا بقوله عن مريم وأنبته نباتا حسنة الولد نبته بذرة أنت تضع بعض الرجال ما يعرف ربما سم ولده ما يربي اسأل الآن ابنك في أي مرحلة دراسية ابنك العام الماضي العام الماضي كم الدرجة في تحصيله الدراسي التي نالها تجد ربما لا تعلم فعلا أغلب الآباء لا يعلم اسأل نفسك أنت تعتني بابنك تقول هي يا شيخ ما مقصر كم رقم حذاء ابنك ما تعرف كم رقم البنطال الذي يلبسه ابنك ما تعرف فكيف في مسائل التحصيل والتربية نحن الآن نعاني أشد مسؤولية على الآباء هي مسألة التربية لهذا عدم الاكتراث بالأبناء هذا يعطيك صفعة قوية لما أنت تكبر ترى الدنيا ميزان ازرع خيرا تحصل خيرا ازرع ولدا بارا تجني بره ازرع لا تبالي بولد تجني عقوقه المهم لأنه قرأ الخبر وأنتم محكموا قام صحيفة الاتحاد تقول في 19 فبراير تقول قام أربعة إخوة طبعا 2014 قام أربعة إخوة من جنسية عربية بتقييد والدهم المسن اسمعها هذا نهايتك لا تزعل مني نهايتك إذا لم تعلم أبناءك على الخلق قام أربعة إخوة من جنسية عربية بتقييد والدهم المسن بالسلاسل وضربه من أجل أن يأخذوا أمواله وقال تقرير المصور لإحدى القنوات التلفزيونية في هذه الدولة أن الأشقاء قاموا بضرب والدهم بل حاولوا قتله وأظهر التقرير التلفزيوني الذي بث عبر مواقع اليوتيوب أن الرجل العجوز وهو ما يزال في الأغلال التي كان يكبلها بها أبناؤه وظهرت علامات التعذيب على الأب من قبل أبنائه الذي قالت القناة إن اسمه كذا وكذا وكذا من كذا وكذا وقد اشتبك أفراد من قوات الأمن مع الأشقاء الأربعة حتى يخلص الأب من جحيم العذاب الذي وضعوه فيه بعد أن تجردوا من كل معاني الإنسانية وبعد الاشتباكات نجحت قوات الأمن في اعتقال الأشقاء ويجري البحث عن الباقي للعثور عن الآخرين على الآخرين هذا حصل في دولة عربية صور ابنك قيدك ويضربك بالسلاسل من أجل أن يأخذ الأموال أنت وش موقفك ها يا ترى هل هذه التربية أو هذا النتاج وليد صدفة ما رأيكم جاوبوا بصراحة ترى نحن علتنا أن نكذب على أنفسنا هل هذا يعني هل الأب رب أبنائه على الخير والتربية وإلى النهاية ثم فجأة تفاجأ أنهم يضربونه بالسلاسل اسمع للخبر الآخر اسمع للخبر الآخر الخبر الآخر نشره عن طريق برق الإمارات وموقع الرمز يقول رجل يمتنع اسمع والله العظيم هذه قصص واقعية ترى ليست من القمر ما هي من القمر علمت يقول هذا الخبر رجل يمتنع عن استلام أمه حسبنا الله يا خيط الآن من يسمعني إذا أمه ميتة تصور لو تخرج أمك للحياة هذا الرجل أمه على قيد الحياة من أين يمتنع عن استلامها اسمع الخبر رجل يمتنع عن استلام أمه من مستشفى وضعها في المستشفى وذهب أو دعها فيه بحجة تلقي العلاج وتجاوز العام تصور أن ترمي والدتك سنة في مستشفى ما تخاف الله سنة هذه إذا ما عندها مرض مرضت وضع أمه عام كامل في مستشفى أو دعها فيه بحجة تلقي العلاج لمدة تجاوزت العام مبررا اسمع وش التبرير مبررا هذا الإبن أن المنزل لا يتسع لها منزل ما يتسع لها يا أخي قسما بالله الذي لا إله إلا هو وقسم به يمينا صادقا لو كان منزلك لا يتسع إلا لك ولأبنائك تخرج أنت وأبنائك وتجلس الوالدة يقول هذا الإبن العاق يقول مبررا أن المنزل لا يتسع لها فامتنع الرجل من استلام والدته المسنة من مستشفى حكومي أو دعها فيه بحجة تلقي العلاج لمدة عام على الرغم من استقرار حالة الوالدة ووضعها الصحي الجيد مما أدى لاستدعاء الشرطة فاستدعت الشرطة الابن ليبين سبب إهمال الوالدة مشيرا إلى أنه لا يتوفر مكان في منزله لا يتوفر مكان في منزله لها في ذات الوقت تبين أن زوجة الابن ترفض إحضار الأم إلى المنزل بسبب خلافات سابقة معها وفقا لصحيفة كذا وكذا من جهتها تحدثت الشرطة مع الابن وبيّنت له أن ما يفعله هذا عقوق لوالدته حيث اقتنع أخيرا إلى إعادة الأم للمنزل ما هو بنسج من الخيال أيضا ضرق الإمارات نشرت الخبر تقول يمتنع رجل عن استلام أمه المسنة من مستشفى حكومي أو دعا فيه بحجة تلقي العلاج لمدة تجاوزة العام على الرغم من تأكيد الأطباء أن الأم بحالة صحية مستقرة ووضعها الصحي جيد وبرر الإبن أن المنزل لا يتسع لها هي الدنيا تصور ابني يضعني في مستشفى لمدة عام ويقول للأطباء والله يقوله للوالد أن المنزل لا يتسع لأبي ما موقفكم الآن السؤال الذي يفرض نفسه وهنا السؤال وهنا مغزى الحلقة هل أنت ترى أن العقوق ثمرة للتربية بمعنى إن قمنا بالتربية لا نجني العقوق وإن أهملنا التربية سنقيد بالسلاسل وسيأتي ابنك وابني يقوم بإلقاءه بالمستشفى فهلت يعني لماذا نحن أحيانا نضع اللون كثيرا على الأبناء يعني لا تقول والله الشيخ تبرر العقوق العاق يجب أن يصلب على جسر المقطع زين ضد العقوق لكن نحن أن نتكلم بمنطقية الآن نحن للأسف كآباء دائما نبرر نقول والله الإبن عاق لكن هل نحن فعلا أدينا الحق الذي علينا من التربية كما قال عمر رضي الله تعالى عنه هل نحن علمنا أبناءنا الدين أصول الدين واجب عليه التربية هل علمناهم على أن يوجد عقاب يوجد ثواب وعقاب أم نحن فقط نعلم أبناءنا آيباد لغة إنجليزية شاطر يلا على الجسكي يلا البر وما نعلمهم ما واجب ابني ما واجبه تجاهي إذا أنا كبر سني ورق عظمي وانحنى ظهري هل نحن هكذا يعني لماذا نحن دائما ننظر للجانب الذي لصالحنا فقط ولا ننظر للجانب الذي عليه نحن المسؤولية فالسؤال الذي يفرض نفسه عليكم أنتم كمستمعين سواء بالرسالة نصية تستطيع المشاركة ثلاث خمسة أربعة خمسة أو عن طريق المكالمات معي هاشمي هيا المكالمات أو عن طريق المكالمات فهل أنت ترى أنه فعلا العقوق الذي نراه في الساحة هو نتاج سوء تربية منه فجنينا ثمرة العقوق أم هو يعني لذن بلنا خلاص ابتلينا من الله فهذا السؤال الذي يفرض عليكم وسأبقى بالمنطقة الرمادية حتى قبيل انتهاء الحلقة